اشتركوا في القناة وليزم نذكر انه نحنا كمان عم نكون لايف على فيسبوك مريم تيفي وكمان لايف ستريمينك نكون عم نشمل اوسع نطاق وتقدروا تتبعونا وين ما كنتوا بدي رحي فيكن فردا فردا ان كنتوا عم تتبعونا داخل لبنان ولا خارج لبنان رح كوم معكن اليوم انا وزميلتي داليا مزهر واكيد مع جروفنا ومعلومات بتهمكن صباح الخير داليا صباح الخير رايان صباح الخير لجميع المشاهدين معنا اليوم وانشالله نقضي وقت ممتع مع بعض وهيك نتشارك مواضيعنا انشالله هيك نقدر شوين نكون عم نطلع من الاجواء الضغطة اللي عم نقطع فيها وعم نغير شوية جو رغم كل الالم اللي عم نقطع فيه خصوصا اليوم نهار جمعة يعني المريد الويك أند بكرة بإذن الله رح نكون عم نبلش الويك أند وأكيد كلنا بحاجة أنه نرتاح والليوم نحنا هيك بلشنا داليا نكون على مشارف للأسف ختم الشهر المريمي فأنا اخترت ثلاثنا اليوم تكون مع المشاهدين كمان لأمنا مريم العذرة وتكون من كلمات المكرم ماتيو فارينا والطباوي كارلو أكوتيس ماتيو فارينا بيقول أحبك يا أمي السماوية وكارلو أكوتيس بيقول بعد الكربان المقدس الوردية المقدسة هي أقوى سلاح لمحاربة الشياطين أكيد منتأمل معهم حبهم الكبير لأمنا مريم العذرة وتمسكن فيها كوسيلة ليوصلوا على قلب يسوع المسيح ويحصلوا على النعم اللي هن بحاجة لأله خاصة نحنا كتير بحاجة أنه نكون عم نلتجي لأحدان مريم العذرة بظل هذه الظروف الصعبة اللي عم نقطع فيها ونكون عم نقدم صلاتنا لأله من خلال المسبحة الوردية لمحاربة هالشيطان يمكن اللي عم بخلي يصير في عدم استقرار ببلدنا ويكون فيها الظروف الصعبة اللي عم نقطع فيها ومن إلا يا عذرة سكرينا بحزننا وتطلع بعاطف على كل الأشخاص اللي عم يقطعوا بمحن وصعوبات وش فيه كل أكيد المرادة وش فقية على الأشخاص اللي عم بيقطعوا بحزن وفقدوا أشخاص بحبوهن ورفقينا واعطينا الحب والسلام وكون حدنا بهالفترة الصعبة أمين ورح نتوقف كمان معكم مشاهدينا لترتيلي من أداء يان دريدو أنتي يا من هنا تقفين من كلمات الأباتة فادي بوشبل ومن ألحان جميلة فيه خلينا نشوف الفيديو السورة أرعك إليا تقتربين أحييك مع الملايين سلامك عطر هذا اللقاء وهديئة رب تغني والشيخ من الحب في قلبه على شفتي سلام فعلا كتير حلوة هالترتيلي داريا بتاع السلام كتير كبير تعرفي مع هالأوضاع الصعبة اللي عم نقطع فيها في كتير أشخاص يعني عم بعائنوا من وضع اقتصادي ومالي كتير يعني تحت هوة الفقر إذا بدنا نقول ويمكن اللي عم بيتأثروا أكتر شي هن الكبار بالسن لأنه متل ما بتعرفي هنه ما بقى عندهم مدخول يعني سابت وبيزل الوضع على عندهم استشفى لعندهم ضمان اجتماعي عم بيعترف لهم بتغطية المستشفى أو عم بيتكفل بكلفة علاجهم مع غياب للأسف الدولي والجهات المعنية عم بيتطر هول أشخاص يكونوا عالي على أولادهم بعد ما تعبوا كل هالعمر ويمكن معاشهم التقاعدة ما بقى يسوى شي ومصرياتهم يعني علقانة بالبنك فعم بيتطروا يكونوا للأسف عالي على أهلهم وعم بيتطروا يقطعوا بظروف كتير ثابة وقاسية تقدروا يعني اشتغلوا وطابوا كل هالعمر مش تيوصلوا لها المرحلة الشعور بالعجز رايان بلش مبكر هايدي السنة بلبنان خصوصا مشاهدينا مع غياب الأدوية اللي كمان شكل خطر على المسن لأنه اليوم صار المسن ما عم بياخد دواب انتظام لأنه ما عنده أمان يمكن يرجع يلاقي هايدي الدوا بالصيدليات فعشان هايكي عم بيقلل من الدوز وهيدي الشي طبعا هايدي ظاهرة خطيرة جدا وبتأثر على استمراريته أو حتى ما عم بياخد الدوا تم يضطر أنه يطلب من أولاده أو أهله أنه يجبوه ويعذبهم بكلفة علاجه يعني صار الدوا حقه بالمليون ومليون ونص عم نسمع بأرقام خيالية لدرجة أنه يعني المنظمات العمل الدولية طلعت تقرير بعنوان صرخة أمل وألم بيعرضوا من خلالها شهدات كبار السن بلبنان ومعاناتهم أكيد بزر غياب الدولة مثل ما قلنا وبسبب الأزمات اللي عم بيتخبط فيها زر غياب أنظمة الحماية لأن احنا كمان رايان ما ننسى أن احنا بلد يفتقد إلى أنظمة الحماية الاجتماعية اللي هي قبل هذه الأزمة وبالتالي هذا الشيء قد للتراكم وتدهور وازديد وازديد خطورته هلأ بهذه الأيام وخاصة أنه الأعمار الثمانينات الستينات والتسعينات من المسنين اللي عم بلش يحسوا بهذا الخطر وما عندهم نظام حماية أو نظام أمان بيعطيهم هيدا الاستقرار بوقت ما لازم يكون المسن معزز مكرم ببيته بالعكس اليوم صار عم بيعيش هيدا الهموم وهمومه الصحية وبعتقد هيدا أكبر هم ممكن يعيشها المواطن يعني حتى اللي عم بيتطروا أنه يكونوا بمقوة للعجزة يعني حتى بالمقوة ما عم بينخدموا بطريقة مصبوطة بسبب النقص وبسبب الأوضاع المالية ونقص الأدوية يعني كلنا منقول الله يصر إخرتنا فعنجد هود المسنين يعني بوضع متدهور جدا وعندي غياب تام للدولة والجهات المعنية اللي ما عم تطلع فيهم أصلا يعني ببلاد بره أهم شي بيأمنوا لهم إنه الشيخوخة والضمان وهيك فنحن روان بوصلين ما بعرف خاصة اليوم إنه مرعى لبنان سلسلة أحداث اقتصادية سيئة من الكورونا أزمة اقتصادية أزمة المصارف فالمسن هو الأزن الصاغي يعني المسن دايما بيتأثر بهذه الأجواء وخاصة صحته يعني الخدمات الصحية اللي هي حق ومطلب أساسي عند المسن فهذا الشيء التقرير يمكن عمل إضاءة كتير مهمة حضرتك تعطينا يا رايان لوضع المسن يمكن شوي الناس بلش تلتهي بمشاكل الشباب ومستقبل الشباب وصفر الشباب وفرص العمل بالعكس المسن هو قيمة مضافة قيمة مهمة بمجتمعاتنا إذن نحن نتطلع فيها ونبلش نفكر كيف نلاقي حلولة هاي المشكلة اللي عم تتفاقم وعم تتزيد يوم بعد يوم حتى يعني نحن عطلانين هم أهلنا لأنه كمان هن بيحكوا بحسرة أنه مصرياتهم راحة وجنع عمرهم راح فيعني أكيد على أمل أنه يلتقى بقى خطة سريعة يعني لحماية هود الأشخاص ولأنه ترجيع قسم من مصرياتهم اللي هي بالبنوكة هذا الشيء طبعا رايان بدي يشير لقاله أنه كمان المقارنة بين المسن بمجتمعاتنا وبدول العالم نامية والمسن بالدول المتقدمة وما ننسى هون أنه 11% من العالم هن مسنين بس أكيد مش كلهم من درجة ضمن العالم النامي ما هي مقارنة بيننا وبين بره فهذا الشيء هو اللي يمكن بيعمل لفتة أنه خاصة بوجود السوشيال ميديا اللي عم نقارن مسن بوطننا والمسن بغير دول فأكيد هايدي الحسرة اللي بتكون عنده لأنه للشرعة حقوق الإنسان الإنسان هي واحد بكل دول العالم صح يعني على أمل أكيد تتحسن لظروف داليا رح ننتقل معكم مشاهدينا لأحوال التأس لليوم تأس مستقر ومشمس جميلاً عم نتأثر فيه اليوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة يعني بلشتا نحص عن جد بالأجواء الصيفية اللي بتتراوح بين 28 درجة أقصاها و18 درجة أدنيها على الساحل أما على الجبال فرح تسجل 26 درجة أقصاها و14 درجة أدنيها الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين 30 لل 20 كم بالساعة يعني أكيد مشاهدينا منتمنى لكم إنه تكونوا عم بتقضوا نهار حلو ويلا بكرة نهار الجمعة ورح نقرب أكتر للويك أنت كلنا هيك نرتاح ونستفيد من الشمس والتقس الحلو هيدا كان كل شي مشاهدينا للتقس اليوم رح ننتقل معكم تنشوف مين قديسنا اليوم القديس كاربوس تلميذ بولوس الرسول هو القديس اللي رح نستذكره اليوم ونحكي عنه أكتر كان هالقديس تلميذ بولوس الرسول متل ما ذكرنا قبل وساعده برحلته التبشرية ووصل رسائله على الكنائس اللي أسسها ورد ذكره بالرسالة الثانية لتيمو طاوس وكمان ورد أنه أهدى العديد من الوسانيين للإيمان بيسوع وأنه صار أسكف على باريا بيب الغاريا وعطى الرب نعمة صنع العجيب وقاد عدد كبير من الناس المعمودية نقم عليه الوسانيين بسبب أكيد غيرته الرسولية بس هو كان صابر على كل شي وعلى كل العذبات وواجهت التجارب بشجاعة وبعت حياة رسولية مليانة بالإيمان والمحبة رقد بالرب بأوساط القرن الأول ميليديا صلاته معنا أمين أمين داليا نحن عم ننطر كل أسبوع هالفكرة المميزة اللي بتعدي لنا إياها هي فكرة القيام والقضايا الاجتماعية ورح نتبعها هلأ أسوا مع المشاهدين بفكرة قضايا وقيم اجتماعية اليوم اخترت مؤسسة بتبس قيم هي يمكن من وحي الموضوع اللي سبق وطرحنا عنا ورايان هي مؤسسة الضمان الاجتماعي بلبنان ودوره كمؤسسة لتأسيس وتمكين الحماية الاجتماعية بلبنان كتير مهم مشاهدينا نذكر أنه هذا النظام اللي هو نظام الضمان الاجتماعي نشأ من رحم دولة العناية أو دولة الرعاية لمن أبرز الأشياء اللي بتتميز فيها دولة الرعاية والعناية أنه هي إعطاء الحرية الاقتصادية مع ضرورة تدخل الدولة بسن أنظمة الحماية الاجتماعية وشكل نظام الضمان الاجتماعي هو أحد ترسبات وأحد المفعيل ونتائج هذه الأنظمة اللي بتشيل ضرورة تدخل الدولة بكافة الأنظمة وبكافة المجالات من ضمن التعليم والدعوة لألزمية ومجانية التعليم تأمين خدمات صحية وتأمين خدمات اجتماعية أخرى على ضوء هذه المطالب الاجتماعية نشأت مؤسسة الضمان الاجتماعي اللي هي ناتج عن نظام تعاقدي تعاوني نظام تعاقدي تعاوني لأنه عبارة عن مؤسسة عفوا بيشمع اشتراكات العامل وأيضا رب العمل ومساعدة واشتراكات ومساعدة الدولة هذا هو النظام اللي شرع مفهوم المشاركة وبسط مفهوم المشاركة بين هذه الثلاث جهات وهذا الشيء بيدل طبعا على قيم العدالة الاجتماعية اللي بتنادي فيها شرعة حقوق الإنسان وهي مطلب أساسي لتحقيق المساواة والعدالة والأخاء بين المواطنين أيضا مشاهدينا بدي أذكر أنه نظام الضمان الاجتماعي هو إنشئة على غرار الأنظمة الضمان الاجتماعي اللي تكونت بالدول المتقدمة مثل بريطانيا فرنسا والدول الأوروبية أخرى بيشير نظام الضمان الاجتماعي وبركز على تمام خدمات من ضمن خدمة المرض بالأمومة خدمة التعويضات العائلية خدمة نهاية الخدمة خدمة الشيخوخة وخدمة تعويض طوارئ العمل بدي أذكر هؤلاء مشاهدينا أنه نحن في لبنان وللأسف عم نفعل بس أربع خدمات اللي هي خدمة المرض بالأمومة والحقوق للعلاقة بالعامل وتعويض نهاية الخدمة وإنما مثل ما سبقوا ذكرنا الخدمة اللي العلاقة بالشيخوخة هي غير فعالة أو بعدها مش مفعالة بالبنان لسبب غياب الموارد المالية وهون بدي أذكر كمان أنه هيدا نظام قائم على نظام الضريبة التصاعدة وهو أساسه لتكوين الضريبة النفاءات لهيدا النظام فهون بدي أذكر كمان أننا في لبنان هذا مطلب دائم عند المرشحين للانتخابات عند كثير من الجهات المختصة والمعنية أنه بضروري التفعيل نظام الشيخوخة وتعويض نظام الشيخوخة عند المسنين هذا هو مهم وده هو مطلب أساسي خصوصا من بعض المشاكل اللي عم تطرق على المجتمع اللبناني بكل مرة في مشكلة اجتماعية ومشكلة اقتصادية منحس ومنتلمس أنه نحن بحاجة ليكون هايك قانون مطبق بوطن مثل لبنان داليا أصلا خدمة الاستشفى بالضمان الاجتماعي وتأمين فرق بين فتورة المستشفى والضمان أصلا هم مش عم بيقدمها يعني الدمان هو ما بقعا بيعترف لا بفرق الأدوية ولا بالاستشفى يعني الفوضى عارمة عنا عن جد يعني بيفوت المريض على المستشفى بدهم 15 مليون ديبوزت وبدهم يحطوا شروط وأصلا دمان ما بقعا بيعترف بيشيل الأسف فعن جد هيدا الموضوع مفروض موضوع الاستشفى يكون عم بيطلقاله حل سريع لأنه حتى فيه أدوية مفقودة أدوية السكرة أدوية السرطان يعني ما بعرف لوين رايحين وأصلا كلفة الدواء كتير عالية هم بذكر يعني أو الأول من وجد هيدا القانون وجد على وجود الدولة وأهمية وجود الدولة وتدخل الدولة بأنظمة الحماية الاجتماعية والاقتصادية وأنما اليوم وضع الدولة مثل ما نعرف نحن دولة على شفير الإفلاس أو بالأحرى مو فلسة فطبعا هون نحن نحن نحكي الأشياء النظرية بالأوانين وبهيدا القانون ومن ضمن كيف تشرع وكيف نصة الدستير والأوانين وإنما التطبيق هو هون لحواليها كتير علامة استفهام خصوصا بوطننا مثل لبنان يعني على أمل أنه تنحل بقى الأزمات كلها على أمل أنه يفعلوه وأنه يدعموه لأنه لما نوضع نوضع عن جد لتحقيق أنظم العدالة الاجتماعية لازمة رح ننتقل معكم مشاهدينا هلأ للمتفرقات لليوم بفقرة متفرقات للمعنى لليوم تمكن فريق طبي بالسعودية من إنقاذ طفلة بعدما بلعت بجهازها الهضمي 27 حبة من مغناطيس من خلال لعبة كانت عم بتمارسها وهذا الشيء سبب مشاهدينا ثقب بجزور الإمعاء عندها وأوضحت الوكالة أنه بعد ما أظهرت البصور ووجود الكتع بعد البصور لأحدى ستة الكتع المغناطيسية بشر الفريق بإجراء تدخل جراحي سريع ودقيق من خلال عمل ثقوب صغير بجدار البطن واستمرت العملية مشاهدينا 27 ساعة وهذا الشيء طبعا أثبت على مهارة الفريق الطبي بالسعودية ومن بعد نهاية العملية فيه إشارة أنه العملية أنه العملية نجحت بامتياز وأنه الطفلة رجعت لممارسة اللعب بصحة كتير جيدة على فكرة داليا هيدا الموضوع كتير مهم دايما لازم نكون منتبهين على الأطفال من هود القصص المعقول لصغيرة لأنه هيدا ممكن تقدل الموت يعني في كتير أهل يمكن بيكونوا ملهيين بيشغل البيت بيشغل برات البيت وبيكونوا ما عم بينتبهوا مظبوط على البيت يعني الولد إذا ما إذا ما بلعب بتشارده أو بيموت مظبوط فلازم نضل العيون عليهم لأنه الولد ما بيعرف ما بيعرف مدى خطورة أنه تفوت شيء عتمون رح ننتقل معكم مشاهدينا هلأ لفكرة الصحة الغذائية بالصحة الغذائية اليوم رح نجيب على سؤال كتار من الأشخاص عندهم علامات استفسار عليه وهو هل بسبب تناول الفيتامينات ممكن أنه يزيد وزنه وكتار مننا أكيد بيخافوا أنه ياخدوا فيتامينات كمان لهذا السبب وهي هذا السبب هي اللي جيوب بتعلية دكتورة زهرة بافيبوليا أخصائية الغذد السماء بالمركز الطب العلمي بجامعة موسكو وأكدت أنه تناول الفيتامينات ممكن أكيد يحسن الحالة الصحية للأشخاص ولكن ممكن يقدى لزيادة بالوزن وبتشير الأخصائية بحديث راديو سبوتنك أنه كتار يتناول الفيتامينات بانتظام كمكملات غذائية ولكن أكيد هذا الشي له عوائب تربية كتير كبيرة لأنه الفيتامينات ما بتحسن الحالة الصحية بس ولكن كمان بتخلينا نشعر بالجوة الدائم وهذا الإحساس مش سبب أنه الفيتامينات فيها سعرات حرارية معينة لا ولكن لأنه بتفعل الشعور بالشهية والرغبة بتناول الأكل وبتنصح الدكتورة زهرة الأشخاص اللي بيتناول الفيتامينات بشكل منتظم على ممارسة الرياضة وتناول الطعام بعقلانية وكميات معتدل وأنه أكيد دايما نكون عم نلجأ مشهدين على الحركة تنقدر نحرق سعرات حرارية أكتر وأكيد فينا نأكل من كل شي ولكن باعتدال دايما داليا منقول أنه فينا نتناول كل الأكل وشو ما طالع بنا بكميات قليلة وأهم شي إنه ندلنا نحرق وهلأ إجا فصل السيف فينا نكون عم نمارس رياضة المشي أو نكون عم نظهر بالطبيعة ونكون عم نعمل سبور كمان لأنه مدة نهار طولت يعني ما بقى تعطي مبكير فمعنا وقت ومدي ذاكر كمان رايان إنه كل شي بنحرم حالنا منه منرجع بتناول بكميات كتيرة فعشان هيك ما نحرم حالنا من شي ومتل ما قلت أنت بين أنا اللي قلت إنه ناكل بكميات قليلة كل شي بس بكميات قليلة بس ما نحرم حالنا لأنه كل رغبة بتكبتها ترجع تظهر بكميات أكبر ونكون عم نقسم الأكل لأنه كتار داليا ما بيتناولوا شي كل نهار وبيجوا عشي بعد شغلهم بدون بالفعل رح ننتقل هلأ معكم مشاهدينا لتبت لليوم مرحبا نصحتنا لليوم للوقاية من أمراض القلب الشريين تتعلق بفئة كتير مهمة من الأطعمة اللي هي الفواكة كتير بنسمع عن الأشخاص اللي بيعتمدوا عصاير الفواكة الطازجة كعداد تومية نحن دايما منقول كعداد تومية أبدا ما لازم نشرب الفواكة منازم نعصرها لليفواكة حتى لو كانت هالعصاير عصاير تازجة مشجازة وشارينها من السوق وغنية بالسكر لعددة أسباب أولا الفواكة طبيعية مكون أو فئة طعام كتير صحية ولكن ما بدنا ننسى أنها بتحتوي على كميات كبيرة من السكر حتى لو كان سكرة طبيعية بالنهاية الجسم رح يتعرف عليها بأنها سكر لذلك علينا قدمة فينا أنه نحد من تناول كميات كبيرة منها ونخذها بكميات معتدلة خلال النهار أول شي إذا بدنا نأخذ الفواكة معصورة نحن رح نضطر أنه نكون عم نستهلك كميات كبيرة من الفواكة لنعب كباية فواكة أو عصير فواكة وحدة هذا أول سبب بيخلينا أنه نستبدل عصير الفواكة بالفواكة الحبة الكاملة التازة ثاني سبب أكيد نحن بيهمنا أنه نشعر بالشبع خلال النهار إذا أكلنا الفواكة الألياف الموجودة فيها كحبة كاملة بتخلينا نحس بالشبع لأنه الألياف بتاخد مطرح كبير أو كبير داخل المعدة هذا ثاني سبب بيخلينا نأكل الفواكة بدل ما نشرب ها وأهم شي للتحكم بمستوى السكر بالدم يفضل قد ما فينا كمان أنه نتناول الفواكة حبة كاملة نصيحة مني نحن عم نحكي عن عادات غذائية متكررة ويومية إذا قطع عصير الفواكة طازة من وقت لتاني مش هالمشكلة بالعكس هو أكيد بدل عن الفواكة المعلبة الجاهزة من السوق ولكن كعادات يومية يفضل نكون عم تناول الفواكة حبة كاملة نشكر مرسي للمتابعة ومن معلومات بالفعل أي داليا عم نشوفها مع المشاهدين بفكر التبس وهلأ رح ننتقل معكم مشاهدينا لتأمر روحي ومن بعد رح نروح لبريك كتير صغير ومنرجع من باشر باستدافة تجوفنا خليكم معنا مريم هي المرأة التي تنسحد وتبقى حبا وحضورا